تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى مجهز أخبار الآن سيطرت قوات سوريا ديمقراطية ليلة أمس الأربعاء على مبان ومواقع جديدة في مركز مدينة الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع أفراد داعش وكدت مصادر عالمية محلية سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مباني المجمع والكنيسة وعبرت الدرويش والمجمع التربوي ومستشفى التوليد في قلب مدينة الرقة بعد اشتباكات مع أفراد تنظيم داعش لقي سبعة أفراد من هيئة تحرير الشام النصرى سابقا مصرعهم وجرح عدد آخر إثر انفجار يعتقد أنه ناتج عن صاروخ بارجة روسية استهدف مقر لهم على أطراف بلدة بلشون جنوب إدلب وتعد الحصيلة الحالية غير نهائية لوجود جرحى ومفقودين إضافة إلى وجود جثث لأشخاص مجهولين هوية بالقرب من موقع الانفجار وسط التحليق مكثف للطائرات الحربية الروسية في أجواء المنطقة أعلن الجيش العراقي في بيان له بدأ معركة تحرير الحويجة من احتلال داعش الإرهابي جنوب غرب مدينة كاركوك بعد أن كان قد قتل أهم قادة تنظيم داعش في قضاء عانا غربي محافظة الأنبار بينما أدى قصف لقوات التحالف الدولي في القضاء إلى تدمير ثلاث سيارات مفخخة بتزامن مع تزايد الاشتباكات أعلن وزير الخارجية السعودي عدل جبير أن حل الأزمة القطرية سيكون خليجيا وأنه يجب على قطر الالتزام بمبدأ مكافحة الإرهاب وكد أن على قطر وقف خطاب الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون الدول استدعت ميانمار المتدربين العسكريين الذين تم إرسالهم إلى بريطانيا بعد أن علقت لندن برنامجها التدريبي لجنود ميانمار في أعقاب موجة العنف الجماعية ضد مسلمين روهينغا وركز البرنامج التدريبي لبريطاني لجنود ميانمار الذي بدأ في عام 2015 على التدريب وحقوق الإنسان والقانون الدولي لكن رئيسة الوزراء تريزا ماي أعلنت أنه سيتوقف إلى حين التوصل إلى حل مقبول بأزمة الروهينغا ضرب الإعصار ماريا بورتريكو ليكون أقوى عصفة تضرب الأراضي الأمريكية في نحو 90 عام حيث حول الشوارع إلى أنهار مليئة بالحطام ودمر المباني وقطع الكهرباء بعد أن قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص في منطقة الكاريبي وكان ماريا هو ثاني أعصار قوي يمر بالكاريبي هذا الشهر قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال تحت سطح الماء بقوة خمس درجات وسبعة عشر درجة وقع قبلة السحل الشمالي لجزيرة جاوة في إندونيسيا ووقع الزلزال على عمق خمسمائة وثمانية وثمانين كيلو مترا وعلى بعد مائة وخمسة وعشرين كيلو مترا إلى الشمال الشرقي من مدينة سوربايا في جاوة نهاية الموجز في أمان الله نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سوبسكرايب وإذا عجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك